أما بعد أيها المسلمون الكرام عباد الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات في هذه الأيام المباركة التي قد مضت ونحن اليوم جميعا نحتفل احتفال المسلمين في عيد فطرنا بعد إكمال الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الصيام فنخرج في المساجد والساحات مظهرين شعائر ديننا متمعين متآلفين متحابين نرجو رحمة من الله تعالى ورضوان هذا اليوم العظيم كان يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عظمه المولى تبارك وتعالى ولتكمل العدى ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقد وصان النبي عليه الصلاة والسلام وصايا كثيرة عظيمة نأخذ شيئا قليلا منها قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالى لو أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إلى آخر الوصايا العشر في صورة الأنعام كما سمّاها العلماء رحمهم الله تعالى وأول ما بدأ به الله سبحانه وتعالى من الوصي لنبيه عليه الصلاة والسلام قال ألا تشركوا به شيئا لأن حق الله تعالى العبادة وحق الله التوحيد ألا يعبد معه أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد ابن جبل رضي الله عنه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً هذا حق الله حق لازم علينا في أعناقنا حيسألن منه يوم العرض الأكبر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ومن دعا على غير الله فقد أشرك ومن تُوَكَّل على غير الله فقد أشرك ومن تَعَلَّق على غير الله فقد أشرك ومن زبَح لغير الله فقد أشرك ومن حَلَف بِغَيْنِلَّهِ فقد أَشْرَكْ ومن نذر لغير الله فقد أشرك ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أيها المسلم أول ما تهتم به تنقية العقيدة وإصلاح التوحيد وتنظيف القلوب من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله في ناس عندهم في قلوبهم أولياء من دون الله عز وجل من الأنداد ومن الشركة يحبونهم كحب الله لأنه بيعتقد إن الفرج عندهم والرزق عندهم والشفة عندهم والعافي عندهم والآجال بأيديهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب هذا اليوم أيها المسلمون نحن نكبر فيه الله عز وجل فلابد أن يكون في قلوبنا الله أكبر الله أكبر من كل طاغوت الله أكبر من كل طاغية يعبد من دون الله عز وجل فالله أكبر له الكبريا في السماوات والأرض الله أكبر من كل شيء لا بد أن يكون في قلوبنا لما نكبر نكبر بحق كما كبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأول وصية ألا تشركوا به شيئا ثم قال وبالوالدين إحسانا خاصة إذا بلغ والداك الكبر عندك محتاج لك ضعفا يحتاج إلى رحمتك ويحتاج إلى معونتك ويحتاجون إلى ذرك ففي ذلك الوقت قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدوهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ليه لأن ربك صغير فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اهتموا بيك ورعوك وسهر الليالي من أجل نشأتك وصحتك وعافيتك ولذلك حقهم عليك أن ترحمهم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أوصى الله تعالى أيضا بأن نبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن من تبرج النساء ومن الزنا ومن المخدرات ومن غيرها من البلايا الموجودة في المجتمع قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأيضا أوصى الله تعالى باحترام الدماء قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والآن الدماء عندنا تهدر في حروب قبلية وفي حروب سياسية ومقاتل حزبية ملعونة مبغوضة جاهلية لا ناقتلنا فيها ولا جمل نفقد فيها أبناءنا ونفقد فيها أموالنا وتنتهك فيها الأعراض وليس لنا منها ومن ورائها مصلحة قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم الحج الأكبر قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا في الشهر الحرام فلابد أن ينتبه الجميع إلى حرمة الدماء لا نستهين بدم المسلم نظر النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى الكعبة فقال ما أجملك وما أطيب ريحك قال ولنفس المؤمن أفضل عند الله منك أي من الكعبة فلا نستهين بحرمة الدماء أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأداء مال اليتيم وبكفالة اليتيم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء بالرجال وأوصى الرجال بالنساء قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال يوصيهم بالنساء قال إنهن عوان عندكم عوان كالمملوكة وكالأسيرة عندك ما تتعالى عليها ولا تترفى عليها ولا تؤذيها لا بيدك ولا بلسانك ما تؤذيها لماذا؟ قال تعالى فإن أطعنكم المرأة لو كانت مطيعة في البيت ما ناشزة بتخرج من بيت زوجها ما بتستأذنوا لو كانت مطيعة وفتسمع كلامك قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ختم الآية بالإسمين ديل عليا لأنه متعال عن الخلق كبيرا شان تتذكر أنت ما تستقوى على المرأة ما تستقوى عليها وما تستخدم قوتك وإنت مزر المال وإنت صاحب القوامة فتستقوى عليه تظلم الزكر إنه ربنا الكبير وربنا العلي وربنا بيأخذ لها حق منك وأيضا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالرجال فخطبهن يوم العيد قال تصدغن معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلن لما يا رسول الله قال تكفرن قلنا نكفر بالله قال لا ولكن تكفرن العشير والعشير معناه الزوج وكفران الزوج قال إذا أحسن إلى إحدى كنا الدهر سنكاملة إنت بتحسن ليها أجيب لها ما تشاء وتكرمة أدعزها يوم واحد لو شافت منك خلل تكسير قالت ما رأيت منك خيرا قط فكفران العشير وكفران النعمة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أسباب النار ولهذا أيها النساء اتقين الله في أزواجكم وأطعن أزواجكم قال النبي عليه الصلاة والسلام لو وجدت المرأة زوجها عليه جروح وقيح وصديد ولعقته بليسانها ما أدته حقه فهو جنتها وهو نارها هو بابها إلى الجنة فلتطع المرأة زوجها وكذلك مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والدخول على النساء وخاصة يا أخوانا أيام العيد نحن من المشروع عندنا نهن بالعيد أنبارك لأهلنا وجيراننا وأحبابنا لكن ما ندخل على النساء نبارك العيد للنساء من بعيد من وراء حجاب ويكون عليهم ملابس ويكون متحجبات ما تدخل على النساء مباشرة الوحدة ما تشوفك إلا أنت جو المدبخ بتبارك لهم العيد ما ينبغي يا أخوانا ولا يصلح هذا لابد من حرمة حفظ حرمة البيوت وعدم هدك الأعراب نبارك العيد ونهنب العيد لكن بالضوابط وبالانضباط الشرعي أيضاً مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن نتفقد جيراننا خاصة في هذه الأيام والأوضاع المعيشية قد تأزمت والحالة في هذه البلد قد ضاقت بالناس فنتفقد الجيران ونتلمس أحوالهم فنحسن إليهم ونعطيهم مما عندنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذيه بقتار قدرك يعني لما أنت تطبق حاجة بيشم ريحته ويسمع صوت الطبيخ وهو جايع وعيال محتاجين قال إلا أن تغرف له منها لو أنت جبت حاجة أغرف ليجارك منها وادِّه منها والإحسان إلى الجار من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا جميعا وأنبه أخيرا إلى أن خطبة العيد من العلماء من يراها خطبتين كالجمعة ومن العلماء من يراها خطبة واحدة وذلِّ نحن بالرجِّح هو الله أعلم وهو الأوجه ولكن لو صلوا خطبتين صحيحة ولو صلوا خطبة واحدة فهي صحيحة لأن سمع الخطبة سنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن خطبتنا واحدة وأسأل الله تعالى في ختام هذه الخطبة أن يجمعنا مرات ومرات على البر والتقوى وأن يُتم علينا نعمة الأمن والاستقرار اللهم اهدنا واهد بنا واعفو عنا وعافنا وتقبل منا الصيام وتقبل منا القيام يا ربي رُد غائبنا واشف مريضنا وأكشف كرب المكروب منا يا ذا الجلال والإكرام واجمعنا على هذا المقام الذي اجتمعنا فيه جميعا وجميع المسلمين في الجنات العُلَى يَوْمَ لا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ